السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عاد العلي وبرحب بكم في حلقة جديدة من خبرات اولايم والحلقة رقم اربعة اللي بنتكلم فيها عن صور جوجل او جوجل فوتو طبعا احنا كان لنا حلقة قبل كده كبيرة جدا 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 كلمنا فيها عن صور جوجل وشرحنا الموضوع كله من اوله الاخره وشرحنا ان ازاي سيرفرات جوجل دي في امان وصور بتاعتنا هناك في امان ولكن برضو رغم ذلك برضو او شايف ان في ناس لسه متخوفة وفي ناس بتكلمني عايز تتعرف ازاي توقف مزام دي الصور او تاخد صور معينة بس من الموبايل بتاعها هي بس تتحافظ في سيرفرات جوجل ولكن قبل ما نبتدي في الخطوات اللي اوليالكم دلوقتي انا عندي معلومة عايز اقول لك عليها تعالى بس اقول لك علي معلومة مهمة انه تعرف ان الصور بتاعتنا اللي متخزنة في بتاع الجوجل او اللي هي محفوظة في سيرفرات جوجل اقمن او هي في امان اكتر من الصور اللي على الموبايل بتاعنا زي ما بقولك كده والله بجد يعني جوجل بتعامل مع الموضوع بشكل يعني آآ آآ آمن جدا لدرجة ان الهاردات اللي ممكن يحسوا ان هي آآ آآ قلت كفائتها او فيها مشكلة بيتم التخلص منها بشكل يعني بتتدمر تقريبا يعني تتدمر مهائيا مش مجرد ان هم بيفضل المساحة اللي عليها او بيحزفوا البيانات اللي عليها وبعد كده يرموه الى قده بيحزفوا الهارد تماما وبعد كده بيكسروه عشان محدش يقدر يوصل لاي حاجة من اللي كانت نتخزنة على الهارد. ده غير برضو درجات الامان التانية الخاصة بالاخترافات والكلام ده كله مش عايز دخلكم في تفاصيل كتيرة ولكن حبيت بس اديك المعلومة دي وخلينا نخش في موضوع حاليتنا النهاردة عشان مطولش عليكم. وقالي دلوقتي ازاي تقدر توقف المزمنة او تحتفظ بصور معينة فقط اللي انت عايزة تروح لصور جوجل فخلينا نبتدي على طول. بداية كده بنروح عن مبال بتاعنا وبنروح على تطبيق صور جوجل وبنروح له بالشكل ده بتروح تلاقي عندك الصور بتاعتك على الجهاز فانت لو عندك اه او عامل مزمنة او مش عامل مزمنة فخلينا نمشي مثلا لو انا عامل مزمنة وعايز اوقفها. بتروح على صورة الحساب بتاعك اللي بتبقى في اعلى الشاشة فوق ممكن تبقى على يمين او على الشمال بس تبقى على الشاشة فوق. بتروح عليها وتضغط عليها بالشكل ده. وبعدين بتخش على اعدادات الصور. وبعدين ببساطة جدا بتوقف بتروح على كلمة الاحتفاظ بنسخة احتياطية. ومن هنا بقى بتروح تعمل او تلغي الاختيار اللي موجود جنبيها في حالية لو شغالة بتروح تلغي الاختيار اللي جنبيها وتوقفها وكده انت وقفت الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورك في جوجل. كمان بقى دلوقتي انا عايز اوقف النسخة الاحتياطية دي ومش عايز الصور بتاعتي ترفعه ولكن انا عايز الصور معينة بس اللي احتفظ بيها مش كل الصور اللي موجود عندي احتفظ بيها. وده على فكرة حاجة كويسة برضو للناس اللي بتصور اي حاجة يعني مسلا عايز الصور الشخصية بس هي اللي تنقل مش عايز مسلا اروح اصور اي حاجة كده وتروح تتحط في الصور بتاعتي دي ميزة برضو كويسة. وفي نفس الوقت برضو للناس اللي ايها بتحب يعني اه مش كل الصور بتاعتها تروح في صور جوجل عايز الصور معينة. فخليني مسلا بتروح على الصور بتاعتك بتروح تحدد صورة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما انت عايز تحدد وبعدين بتروح على الاختيارات اللي فوق دي بتظهر لك طبعا في الحز في طبعا المشاركة او في اضافة الالبوم تاني وفي كمان التلات نقطة اللي جمجا بعض دولت. ومن هنا بقى بتقول له النسخة الاحتياطيا الاني او اه ناو. فبالضغط على النسخ الاحتياطيا الان الصور دي بتروح على طول في التو ودلوقتي مش بتستنى طبعا اعداد بتاعت الصور جوجل فبتروح دلوقتي بتتعمل لها اه حفظ على اه سيرفرات جوجل. وبس كده ده كان باختصار فيديو النهاردة اللي حاولت اشرح فيه ازاي تعمل اه مزامنة الصور معينة او توقف المزامنة نهائيا اه او توقف الاحتفاظ بنسخة الاحتياطية لصور جوجل. وعايز ااكد طبعا على ان الصور اللي موجودة في صور جوجل هي في امان ما تقلعش عليها. يعني تقريبا زي ما قلت لكم فعلا ان هي في امان اكتر من المجال بتاعتي. انت عارفين ان مجرد اللعبة ممكن نسبتها على الجهاز بتقول انا عايز اوصل للوسائط اللي عندك على الجهاز بتسمح لها بكده. ومن هنا انت سمحت لكل الصور اللي عندك بتروح لمالك اللعبة او مطور اللعبة. وفي النهاية برضو زي ما قلت لكم قبل كده في وجهة كتيرة ان احنا مش في امان على الانترنت كلنا مش في امان على الانترنت كل واحد فينا كده يعني معرض ان هو يختارك بسهولة وربنا وسطعينا كلنا. وفي النهاية اشكركم طبعا لمتابعة الفيديو. اتمنى اكون الفيديو عليكم. وطبعا ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة. اشتركوا ان شاء الله على خير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.